دكتورة 20 السنة اليوبليزية بداية التقسيم خالص بكاتيجو 2 كاتيجو 2 أي ورام يابين عين يابين عين بعد كده دكتورة نورام السنة المالجمنت الفيومر دايج بالظبط يبقى أنا عندي المالجمنت الفيومر كارسينوما وساركوما طيب الكارسينوما دي عنواعها ايه هو الكارسينوما ده طرق عاملين وهانواع اللي بيصير يا بيه طيب يبقى فيه كارسينوما وفيه جلان دولار كارسينوما طيب السيرفز زي انواعه او ايه الاكزامل زي بتاعت السيرفز طيب يبقى أنا عندي فيه حاجة اسمها كارسينوما و احنا اتكلمنا نيوبليزيا جوز الفات وده كان اغلبه عن المالجمنت عارفنا تعليف كل نوع من امعه نيوبليزيا وبعدين عارفنا ايه ايه اسباب الكنسر وعارفنا يعني الجنرالس فيتشور الكروس فيتشور بتاعت الكنسر ايه والمايكروسكوبيك بتاعك وايه نكلمنا عن حاجة اسمها نكلمنا عن حاجة اسمها الجريدينج ونكلمنا عن حاجة اسمها السبريد طيب بعد كده انت هان لك ايه كارسينوما و ساركومة و كارسينوما فيها سيرفس و جلينديرال وساركومة فيها انواع كتير حس ان اهد لك ايه هناخد الانواع دي يعني ايه يعني مثلا هقولك اسمها الكارسينوما مطلوب منك في كل نوع من انواع الكارسينوائي اول حاجة و ده اسمها هتبقى تسابتة معانا الديفينيشا والصيد بتاعه بيطلع منين و لو فيه ايتيولوجي هنقوله و شكل الورم ده في الجروس و شكل الورم ده في المايكروسكوبيك و الاسميريد بتاع الورم مفيش كلام جديد كتير هنلاقيه هنا يعني معظم الكلام هنلاقيه بس كل الورم بيبقى ليه حاجات بالصفق خاصة بيه دي اللي احتبقى جديدة بالنسبة انا بالنسبة لي بعتبر ان الجزء دايما يعني على مدار خمس سنين اهو كل سنة انا بشوف ان الجزء اللي فات هو الجزء التقييد و الجزء اللي جايه هو الجزء السحر الطلبة للأسف بتشوف العكس ليه؟ لان انا هاخد سكومس كارسينوما و ترانزيشنال و ادرون كارسينوما ولا جوساركومة و فايبروساركومة طلب طبه مشكلته في ايه؟ بيحفظ تمام؟ فانت ساعاتك دلوقتي هتلاقي هتقول لي ايه؟ هتصوم دخلوا ببعض طب سؤالي و انا باشرح في الانفكشن لقيت الناس دخلت الساركويدوزيس في الليبوزي ازاي؟ عشان الصفحة كجنب الصفحة صح؟ طيب؟ او ساركويدوزيس؟ او ساركويدوزيس او ساركويدوزيس او ساركويدوزيس خالص تمام و ده سكتاني بس هي الفكرة في ايه؟ زي ما برضو واحد كان برضو كنت جايب الديبروماتس ديبروزي فبيقول هو الانهي الينين ولا الشمال؟ فالطريقة اللي هي اللطيفة بتاعت الحفز دي يعني اه احيط صغيرة هنتستخدمها من نقه و نجعه و والله هيرجع زي مكان بديل اوز ه niño اول حاجة هنبدأ بنا هنحنا هنت تكلم عن المالجنانت تيومر اللي هم طرحين Will Ebicerium الي هم دكتوره مهداد يم بقى المالجنانت ابيرسيليا تيومر يم بقى سيرفي سيبسيليا تيومر السيرفي سيبسيليا تهيه سكويم معو سيبسينيوم أدنينو كارسينومه ماليجننت. هلينو كارسينومات. وديه سابتايبس كده هنبقى نتكلم عنها. هنبدأ اول كلامنا خالص بحاجة اسمها سكويمس سيل كارسينومات. اه. بروايتي دكتورة سامة. لو قلتلك عايز قدي تعريف للسكويمس الكارسينومات. اول ايه. تيومور طالع من ايه. من السكويمس تبسيزيوم. شكرا. هو ده التعريف. تمام. يبقى. الفكرة ان هو مش محتاج اخد منهم فيه مشكلة. طيب. عايز ارجع كده فتكر الابيسيليم ده كان بيكون من كم لير. سكويمس ابيسيليم. في بيزا اللير. وبعد البيزا اللير كان عندي حاجة اسمها يا ولد. البوليهيدرال لير. وبعد البوليهيدرال لير كان عندي في حاجة كده فلات سكويمس ابيسيليم. ولو كان ده كراتينايز هلاقي فوق في كاراتي. طيب. في اسامية تانية للاسكويمس كارسينومات. بس مش هو ده اسمه فيه داس بيسموه ابيسيليومة وكلام ده كله. بس هو الاسم الصحة بتاعه سكويمس الكاسر. كده انا عرفت. السايت. السايت. السايت يبقى اكيد هيطلع من اي حاجة فيها ايه يا ولد. سكويمس ابيسيليم. في اين بقى الاماكن للفعل سكويمس ابيسيليم? اشهر حاجة لسكين. ليش. طيب. هل السكويمس ابيسيليم موجود في حتة تانية؟ في الاسوفيجس. وطرافين جي اي تي. الاينا الكنال والاسوفيجس. وفي الفجعين. يبقى معنى كده ان هو موجود في حتة تانية فيها سكويمس زي الكلام دي كله. طب وهل ممكن الجسم عندي يحصل فيه حاجة يتكون لك سكويمس ابيسيليم؟ هل سكويمس ابيسيليم؟ هل سكويمس ابيسيليم؟ يبقى برضه اي حاجة فيها سكويمس ابيسيليم. يعني ده كله هو دي الاماكن اللي ممكن يحصل فيها الليجن ده. الاسكين. الارجن زي فيها سكويمس ابيسيليم زي بسوط وجه سرقينها الكنال الانيكس كل الكلام ده كله في سكويمس ابيسيليم او لو عندي سكويمس ابيسيليم. السؤال اللي بقى لك ده. طب ايه اللي يخلي السكويمس ابيسيليم ده يحصل فيه كانسر؟ تعال واحدة واحدة كده. خدنا قبل كده ممكن النوع من انواع الرادييشن يا اولاد. يديني كانسر في السكين والميلانومة. الالترافيلوتريد. طيب البنحاريزيزيز مش كان بيعمل سكويمس متابليزي وليبلي كانسرس. الاكسو بوجر لأي مادة كارسينوجين. في مرض في السكين ده بيحصل في الناس الكبار بيحصل تغير كده في السكين في الناس الكبار يبقى اسمه صناه الكيراتوزيز. هو مين اللي بيحصل فيه البركنسل دي. اللي هي طبقة البركنسل دي بيحصل فيها تلاقي ايد الراجل بدأت تنشأه. تمام؟ يعني حالة صناه الكيراتوزيز ده مرض مش هتعرفه غير اسمه بس كده ومش هتشوفه طيب الجروس بيكشن. حد فاكر الجروس بيكشن بتاع الكارسينومة؟ قول ليه كده مهاب الجروس بيكشن بتاع الكارسينومة كنا بنقسمهم الى ايه و ايه؟ سكويمس بالنسبة لك يبقى سكويمس ولا ديب؟ سكويمس بالنسبة لك يبقى سكويمس سكويمس بالنسبة لك يبقى سكويمس بكشن طيب ايه growth دكتورة مية. الميكروسكوبيك بيكتر دي لو لقيت الخلية في الكابسينومة متربطة مع بعض وشبه الشيومور اللي هي او الشبه التشو اللي هي طلع منه بنسمي ده ايه والديفرانشيشن طب لو درجة الديفرانشيشن بدأت دي ممكن انتو عندي ايه بقى؟ مودر دفرانشيشن ووالديفرانشيشن وانديفرانشيشن طيب يبقى دايما الحاجة اللي هتلاقيها جديدة بالنسبة لك هي الميكروسكوب ملاشي؟ تعالى بقى بص عندي كده علشان فيه حتة نقصة في الديفرانشن هنقولها دلوقتي السكويماس سيل كارسينومة ولاد بتطلع من السكويماس ابسيليم طب السكويماس ابسيليم ده السكويماس ابسيليم بالنسباني كم لير؟ فيه لائر اسمها بريزة ولائر اسمها بولي هيدرال ولائر اسمها سكويماس ولائر كمان اسمها كراتين طب هو بيطلع من انهي طبقة فيهم الفور او الال لائرس طب الكلمة دي جبنة م سي كيوماس ليه؟ لان فيه ورم حانو بقى ندريسه الحصة جاي اسمه بيزل سيل كارسينومة اسمه بيزل سيديو يبقى طالع منين يا ولاد؟ من البيزل ليه؟ يبقى فيه جملة ام سكيومر شهورة تمام؟ ان السكيومر سي كارسينومة في التعريف حتى هتلاقي طالع منين؟ من الال لائرس طيب سؤال يا سعيد علشان يبقى ده ماليجنانتو تيومر مش ديس بليزيا لازم يعمل حاجة مهمة اوي يبقى لازم يعمل سؤال يا سعيد بالمنظر ده يبقى المفروض الماليجنانتو تيومر هشوفه فيهن؟ في الإبيديرميس ولا في الديرميس؟ في الديرميس طيب احنا عايلين دلوقتي ان الورم ده متكون من كم لير؟ من الال لير صح؟ يبقى فعلا ده اللي هتشوفه هتلاقي الخلايا بدأت تترس في شكل ماس الماس دي لها لير من برا كده الاوتر لير دي اللي هي مين؟ البيزا طيب عرفت منين ان ده ورم بصيت على الخلايا بتاعت البيزا اللي لقيتها هايبرا كروماتيك والكريزي نيوكنا طيب اللير اللي بعد كده هتترس اسمها يا ولاد البولي هيدر اللير اللي بعد البولي هيدر اللي اسمها ايه؟ سكوينس كل دول هتبص عليهم ترأي فيهم فيتشوف ماليجنازي واللير الاخرادية اللي هي مين؟ الكراتيني الماس دي لما شافوها لقوها فاكرين الاوفا لما كان بتبقى مرصوصها وحواليها بخلايا كنا بنسميها نيست صح؟ فلما هنا بصوا على المنظر ده لقوا انه شبه النيست فقالوا عليه نيست بس النيست دي متكونة من ايه يا ولاد؟ من خلايا راح مسمينها ايه؟ سل نيست طيب يسألك بقى السل نيست دي متكونة من ايه؟ في لير اوتر دير الاوتر دير دي عبارة عن يا ولاد والبيزر بيبقى لها الكاركترستيك انه نيوكليس بتاعتها بتبقى ايه؟ بربنديكولات عمودية صح؟ بيزر نيوكليس طيب تاني لير اسمها يا ولاد؟ بولي هيدر اوليها اسم تاني على فكرة اسمها بريكل سل تالت لير او الانر لير اسمها ايه؟ سكوينس ودي بتتميز انها فلات والانر موست اللي هو ايه اولاد ده بقى؟ ده الكيراتين يقولوا ان الكيراتين بيبقى عبارة عن ايه؟ كيراتين بيرل لفة كده بيبقى منفوف كده دكاترتنا ربنا يزيدهم خير دكاترت الباسولوجي بيقولك ده كنافة لايك تمام؟ كنافة لايك يعني شبه كنافة الكنافة اولاد لما بيجي يعملها بيروشش كده الراس الحلوة بتاعته تمام؟ فبيقولك ان الكيراتين بيبقى عمل زي كنافة انت ساعتك بتبص تلاقي في كنافة اولاد 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 ماشي؟ هتفهم اولاد اولاد هتبص تلاقي ان ده سكن هتنزل في الدلمس هتلاقي في كنافة اولاد اولاد سكوما سكرسوس طيب انت هتشوفه السينست ساعاتك مبتشوفش بالميكروسكوب الجربان بتاعنا ده ببنشوفش بيه اصلا خلايا انت بتشوف يا ذوك بس ايه؟ شوية حاجات ابنورمال تشوف اللي انت هتشوفه ايه؟ المفروض يعني اللي تشوف بالميكروسكوب السينست ديه عبارة عن ايه؟ خلايا متكونة من ايه؟ من كازالير اللير الاوتر دير اسمها ايه؟ البيزل اللير اللي بعدها اسمها ايه؟ البريكل او البوليهيدرا اللير اللي بعد كده اللي في النص بسمها كيراتين هورن او كيراتين بيرل البييرل يعني ايه؟ ماشي؟ طيب السؤال بقى احنا قلنا دكتورة ميكروسكوبك بيكتشر في حاجة اسمها ديفرانشيشن كلمة ديفرانشيشن يعني ايه؟ يعني بيشوف الورم ويطبقوا بتشو اللي طالع منه لو لقى الورم ده متكون من الليرس ده رقم واحد واللييرس بصوا عندي ايه؟ مرصوصين ومن لزاقين في بعض تمام؟ يبقى اذا معنى كده ان ده الورم اللي قدامك ده الماس دي تمام؟ طيب لو لقيت بقى بدأت الخلايا بقى مش مرصوصة يعني مثلا لقيت الماس اللي عملك الخلايا بقيتو بقى عملك ده هو يبقى فين هنا؟ المطابق عندي بقى فيه؟ مشكلة في الارنجمت كل ما كانت الماس اسوأ او الاختلاف فيها اكتر كل ما كانت ديفرانشيشا متاحها اه طيب واحنا بنشرح الجريدينج اولاد قلتلكوا فيه حتة كده سيبها لما ناخد السكومة السكرسينومة ده راجل نصاب اسمه بروتز تمام؟ جي ال ايه؟ انت عندك دلوقات ايه ايه اللي حصل في السكومة السكرسينومة؟ ماليك ان انت ماس عملت انفجن ونزلت فين؟ دي في الديربس طبعا دي ما كتبقى السنجل ده بيبقى مالتبول ماسس طب انت بتبص على الماس دي هناخترض ان انت عندك تين ماسس عشر بتبص في كل ماس كل ماس بتشوفها بتشوفها ايه؟ الارنجب انت بتاعها عامل ازاي؟ السنست لو لقيتها بالمنظر ده قلنا بنسميها سنست اول ايه بقى؟ قال انا هحسب البرسنتج بتاعت السنست يعني ايه؟ يعني انت عندك عشرة ماسس كام واحدة فيهم سنست؟ يعني كام واحدة بالمنظر ده بالضبط لو لقيت ان من خمسة وسبعين في المية لمية في المية من الماسس اللي عندك دي سنست يبقى معنى كده ان ده ايه؟ well differentiated يعني ايه؟ انا عندي عشرة ماسس تمام؟ abnormal ماسس غريبة كده بصيت على العشرة دول اللي قداني لقيت العشرة دول تسعة فيهم سنست يعني ايه سنست؟ متكونها من الاربعة layer كل layer متلزقة ومرصوصة جنب بعض outer layer فيها basal cells وبعد كده breaker وبعد كده الجزء ده flat وبعد كده كيراتين قال يبقى دي اسمها ايه؟ well differentiated طب ليه قال well differentiated لان العدد عدى خمسة وسبعين في المية صح؟ طيب لو لقيت السنست دي بدأ عددها يقيد يعني ايه؟ يعني مثلا جيت لقيت ماس غريبة مكونة من شوية خلايا الريجولار هي arranged ومثلا الكيراتين لقيته بره تمام؟ لقيت الarrange وانت مختلف ما عدش هو the differentiated تحسب الماس دي عندك عشرة ماس كم واحدة فيهم سنست وكم واحدة فيهم مسنست طيب لو لقيت ان النسبة السنست من خمسين لخمسة وسبعين تيديو بقى grade ايه؟ اتنين هنا امشي نقص خمسة وعشرين يعني ايه؟ لو بصيت على الماسز اللي قدامك لقيت 75% 100% منهم سنست وقديه grade 1 طب grade 2 لأ العدد قد لقيت عشرة lesions الليجنز دور فحصتهم كلهم لقيت منهم اربعة او خاليهم خمسة فيهم سنست وخمسة abnormal mass يبقى معنى كده ايه؟ ان انت عندك الوالدفرانشيشن ده او 50% اللي هو grade 2 يبقى ديه مودر الديفرانشيشن وبعد جاي grade 3 وبعد جدا grade 4 الراجل سمى الديفرانشيشن ده الاسمه سمى ايه؟ برودز classification أو برودز ديفرانشيشن كيه حد مشورم الكلام ده؟ كيه حد عايز عينه؟ صحيح شوف هاين؟ 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 يبقى انا دلوقتي ده منظر السنست يبقى ساعتك بتعمل تحت المايكروسكوب وتشوف الله ده سكين ده رابقى يسره وبعدين ايه؟ تروح داخل على الدرمس يا سلام انا شايف سنست تمام؟ ساعتك من الاخر بتيجي تروح شايف لي شوية كنافة هنا تطلع تلاقي في سكين الله ده سكين من سكة لسنوه ولا انت تفهم ايه حاجة انا مش عايزك تفهم تمام؟ يعني انا ساعتك ما تجيش بقى تقولي هو فين البريكل سين؟ انا اصلا لو وردت البريكل سين مش هتفهم حاجة تمام؟ يعني كنت تفهمتها في السورج ده انت كنت بتعرف شرقت للسورج من برده في حد ديوب كم مشوف شرح السورج من جوه يا رابد؟ ده ده لو شفتهم من جوه ممكن تتلخط تمام؟ ده انا هشوف بلاوي هشوف مأساة يعني كان فيه واحد صاحبنا كان بيشوف شريحة يقولك دي شبه المكتب بتاعك تمام؟ هو دي شريحة بتاعتك شبه المكتب اه شعب اه واحد يقولك شبه مش عارف تسريحك مين؟ اي هبب هو واحد يقول دي ده اللون بتاعها نفس اللون بتاعه وطلون بتاعتي ستحس فيه هو ده العلميه تمام؟ يبقى انا اتكلمت دي الواقتي عن حاجة اسمه سكومس كالسينومة وعرفنا الاماكن بتاعيتها من اي سكومس بيسيليم ايه الاسباب؟ ارجع كده للألترا بايروت راي وكلام ده كله كان بتاع الاسكن الميتابليزيا الكرونيك ارتيشن وكلام ده كله فيه مواد كالسينوجين تانية المرض اسمه سناع الكراتوزيس الجروس بيكشة لان ده سوبرفيشة هيبقى فانجيتنج واسريتنج وانفلتريتنج المايكروسكوب عام دي حاجة اسمها السينيس الورم الويندفرانشيتل هتشوف فيه السينيس شكل السينيس ده بييجي في الامتحان بيجي يقولك يوصف لي السينيس كتير قوي بيجي في الامتحان يقوله توصف السينيس طبعا لو انت ساعدتك راجل محترم كده وود بتاع درجات تروح لسم له السينيس لو بتعرف ترسم لو ما بتعرفت ترسم ولا كأنك شفت الرسمة تمام؟ بلاش عشان راجل ما انتحرش ده في شوية الرسمات كنت بشوفها اولا تمام؟ طيب كل ما السينيس دي عددها يقلي كل ما الديفرانشيشن كان ايه؟ كان اسود اخر حاجة دي ايه يا دكتورة سعر كارسينوما بتاع الكارسينوما ايه؟ الديستانت بلاد ولا لمف اكتر؟ لا لمف اكتر خلصت سؤال ايه الجديد اللي عد علينا هنا طبعا؟ السينيس غير كده الكلام كله ايه؟ كلام مكرر ربضنا يكرم عايز حد نبيه يا اولاد في حد نبيه هنا؟ مفيش ساعة؟ طيب بلاش اتخم بلاش اتخم بلاش اتخم بلاش اتخم بلاش اتخم بلاش اتخم بص اولاد انا هيشيل دي وحط الكلمة دي ده انا اقاقه ساكت وانتو هتقولو دكتورة نوحة تعريق ما ليه انت تيومر طالع من ايه؟ المرة اللي فاتت كنا بنقول من الاسكويلماس شيء الاسكويلماس تتحط الترانزيشنا مش محتاج هذا كوي طب السؤال اللي بعد كده ايه الاماكن اللي فيها الترانزيشنا بيسير يا مولايات؟ بس البلادر ده واليوريتر هوكيني تمام؟ وعلى فكر فيه اماكن تانية السيرفس بتاع الاوبري بس ماناش ده ولا حد يكتبها ليه؟ لأننا ناخد فيه حاجة اسمها ترانزيشنا تيومرز في الاوبري ده الاوبريدة جميل جدا يا سانتر طيب ايه الاتيوريشي؟ خذنا حاجة قبل كده ممكن تعمل ترانزيشنا بسير كارسينوه؟ لا محد ماشي في البلادرزيز يصير هو السلساس جاندولاد وخذنا ايه كمان من المواد الكارسينوجيني؟ العنوين العنوين ده ايه وكلام ده بول طيب الجروس ده سوبرفيشيا يبقى الجروس بتاعك ايه؟ فانجريتنج، ألسريتنج، همفلتريتنج وأول ما تسمع كلمة ألسر، تروح واقفش هادة نفسك كده، واصف الألسر، ووصفها صحة، وصفها صحة، تمام؟ يوسف الألسر يا ابن صحة المارجن يبقى الريغولار والشيبقى ريزة وبرزة والبيزة تاعكة الديوريين، والكلور نوكروتوكس أحبك وانتا مذكر، تمام؟ نعم، عدام، عدام، مزيزة، هايدين يسيبن مع الجنبك، هايدين يسيبن مع الجنبك، هايدين يسيبن؟ طب المايكروسكوب، ماليكروسكوب ماليكروسكوب شووينج ماليكروسكوب الكريتيريا، ايه جملة دي؟ هتلاقي لي بكتبة كتير قوي ماليجنانسيل فيها خصائص الماليجنانسي اللي هم عين انكريز على نيبلر سيتو بلازمي تريشيو و لارش عايبر كروماتيك جاين زي كل الكلام اللي موجود الجدول منتلكوا الجدول دي اولاد هنغضي به مصارح كتيرة تمام طيب ليس بريد كارسينوما دكتورة تسنيم يحصل له سبريد زي دايريك او دايريك او ليمفاتيك سبريد شوف خالكم اللي انا عايز افهمه بقى طالب تد ان بي ازاي تدخل سكينة 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 يعني انا ما اجهز اسأل واحد وابقى محاضر سكينة مثلا او مطوط للباشة دا واسأله واقول له مثلا ميكروسكوك بيكتب تاع ترانزيشنة سكينة 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 ويقول لي مثلا انشين الناس دا مش محتاج مطوط دا محتاج حاجات عانية مطوط مطوط ياولاد احيانا يعني المخ بنحتاجه والله احيانا بيوبى فيه داع لازم انت كده يعني بكارتونته بتكيسه بتاعته ما ينفعش يعني ايه الدودة الدودة لما تيجي تخلص عليك ياولاد تيجي تدور المخ تلاقيه كده جديد فكروا يا عيش بس فيزا عد ناس بتفكر بقولي يا عيد المخ بص يا ابني فيه قاعدتين عايدة ما تكتبهم لحياتك باخر حصة كده بقوليكم قواعد الحل في امتحانات اعمال السنة واخر السنة القاعدة الاولانية بتقول الام بي سي كيو بيتحل بنظام ايه غابي جاوه يعني ايه ما تفكرش تير ما عادة الانتاسئلة بتاعتي تمام؟ لان انا اصلا ببعرفش ايه طيب السؤال التاني ودي قاعدة رقم واحد لو جالك سؤال وحسيت انه جايلك لوحدك انت في طريق انت في طريق تعمل ايه تغيشه من اللي جمع تمام؟ ليه؟ لانك هتحالوها الا وده مابدع طالب الطب طالب 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 ايه؟ انا نفس التفكير بتاعي فغالبا دي من ضمن الحاجات الكديدة ممكن تلاقي سؤال نص ضفعة لبساء حاجة جميلة كيزة سؤال زي كيس عندنا كيس انا برضو نفس بتاع الله ده الكيس دي ايه؟ الراجل ده جايب سؤال صعب هنجيب تأدير تمام؟ فايبة فضلت ماشي وبعد كده ايه؟ انا في طريق زي من الناس موزيكاس ده ضايع موزيكاس ده اتسألت انت عملتها ايه؟ ايه قادي كزا بكتول خلص انا صح تمام؟ ليه بقى؟ لان انا شكيت ان الكيس دي فيها تكاية هو اعتمد على ان ساعاتك مستصعب الامتحان فهتدخل ايه ده؟ هيجيب الجملة الهايفا دي؟ لا 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 اكيد انا مساوية اعلى تمام؟ فانت بتفكر لمستوى اعلى بتغلص بالمستوى اعلى ماشي؟ اوعي يبني اوعي تفكر يبني هم علمونا كده رص المعلومة تمام؟ الماليجننتو تيومور افزا جلاندا ده اللي ممكن نستخدم فيه قليله من المخ يا ولات الجلاند التيومور اللي طلع منها اسمه ادينو كارسينوما هم بعد كده اكتشفوا فيه انواع تانية من ادينو كارسينوما تمام؟ وهيترسم فيه حاجات كتيرة قوي على فكه الجزء ده ارسموا ارسموا فيه كتير بما فيه كفاية اللي وراهم ده طالع منين؟ انا عايز ده الديفينيشن اين هو الديفينيشن بتاعي؟ ماليجننتو تيومور افزا جلاند تراترين يا ولات تمام؟ ما اعيطيش هو ده ايطه لكوحن 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 اعيط بالاداة فيك طيب بعد ما قلنا الديفينيشن الجيلاند دي موجودة فين يا ولات؟ هي ايه انواع الجيلاند؟ انا ممكن يبقى عندي جيلاند مثلا زي بتاعة الجيلاند يا ولات بتبقى سوبرفيشل وده اللي قلناها بجده طب ممكن جيلاند بتبقى ديب؟ اه زي بتاع البنكرياس البنكرياس دي موجودة جوه ما تقدرش توصل ليه؟ عشان كده انواع الجيلاند يا شباب يا اما سوبرفيشل يا اما ديب هتفري معي جدا هتفري معي فأنت المهمة او في الجروس بيكتشن طيب عرفنا الديفينيشن وعرفنا السايد الاتيولوجي ما عندكش حاجة كاركتوريستيك او حاجة سبسفك يعني مفيش اسباب معينة ولكن فيه كارسين و جينز وكلام ده كله مش مهمة يعني الاتيولوجي بالنسبة لي فيه الادين هو الكارسينومة مش مهمة او اللي يهم عندي الجروس بيكتشن ارجع للكارسينومة احنا قسمنا الكارسينومة الشيف بتاعنا اولاد الى حاجتين ايه هما يا اما سيرفس يا اما ديب لو سيرفس تبقى ايه فانجيتن فيه حاجة لازم ارجع لها هشد نفسي كده كويس قوي وروح واصف القلصة واوصفها صح ناشي ناشي طب ولو ديب تعالى بقى فين دايما هتلاقوا الكلام المهم يا بلاد هو في المايكروسكوب انا عايز الاول اللسم نورمان جلاند الجلاند دي عبارة عن دين اي جلاند يا بلاد بيقولوا عليها متكونة من اصيناعي يعني ايه اصيناعي بالزبط سكراتوري سلز كويس يبقى السلزة عندي اللي بتفرس مرصوصة في شكل دواير دي بيسموها ايه يا بلاد بيسموها الاصيناعي ما بين الاصيناعي وما بينها الاصيناعي دي مش بتشعلها اساعدتك في الهوا الاصيناعي دي ممسوكة بايه استرومان صح؟ فيبروفاسكولارستروم طيب ايه اللي هيحصل؟ هتطلع من الجلاند دي ورم الورم قلنا دايما بيبدأ بخلية الخلية دي عرفت منين انها ورم ياولاد بصيت عليها تحت المايكروسكوب لقيتها ايه؟ لارج وحيبر كروماتيك بكلام دا معروف ان الخلية بتبدأ يحصل لها ايه؟ ميتوتك ديفيجن هتبدأ تنقسم الخلية دي هتنقسم كده ها بقت مرصوصة في شكل ياولاد بقت مرصوصة في شكل اسايمار صح؟ طيب الاريجمنت الكوهرسونس بتاعك زي ذا ولا لا؟ يبقى دا والديفرانشيتد ولا لا؟ يبقى اذا المايكروسكوب انا عندي فيه حاجة اسمها والديفرانشيتد تمام؟ الاسيناي بتبقى متكونة تمام؟ او الماليجنانت سيت بتبقى في اسيناي بس خد بالك طب ما انت ساعتك هتقولي انا ازاي هفرق الماليجنانت اسيناي من النورمال اسيناي ثلاث فروق مهمين جدا تمام؟ هنقول اتنين منهم دلوقتي الفرق الاولاني ياولاد هندي ايجزامبل شفتو قبل كده جلند في الهستورجي؟ فين؟ يعني فيه حاجة شفتوها تحت المايكروسكوب؟ طيب الحمد لله شفتو الجبلت سيدي اولاد قبل كده او الانتصانة الجلند؟ عرفتو منين انها جبلت سيدي؟ عشان فتحة صح؟ طيب السؤال التاني لما الجلند اللي هي الجبلت سيدي قلنا انها فتحة فالسيكريشن بتاعتها بتبقى باتا ويتخللك البريفري بتاع الجلند فاته طب بص هنا بقى عندك هنا الجلند دلوقتي بقت ايه؟ large وhyber chromatic صح؟ يبقى اذا الhyber chromatic داي يعني ايه؟ يعني فيه كروماتين زيادة وداي يبقى لونه ايه ولاته يبقى معنى كده ان انت تعرف ان الجلند دي بدأ تقلب لما تلاقي البريفري بتاع الجلند او اللاينيج بتاع الجلند بقى لونه ايه؟ لونه غامل طب الحاجة التانية ايه الكاراكتر بتاع الماليج النسيل؟ او الكاراكتر كنا نقول عليها ايه؟ ليو مورفك يبقى معنى كده هل الخلايا دي هتبقى حاجمه واحد يا ولاد؟ لا هتلاقي فيه خلايا كده وخلايا كده وخلايا كده اهو؟ طيب سؤال الليومن في الحالة دي يا ولاد هيبقى ريجلر ولا هنلاقي الريجلر؟ صح؟ ليه؟ لان انت عندك فيه خلايا كبيرة اهي كده مثلا وفيه خلايا صغيرة وفيه خلايا فهتلاقي Liomen لو جيت مشت علي اليومن ده كد تلاقي اليومن بتاع الخلايا دي اهيه؟ الريجلر امت ازاي قلت احنا قلنا filteration تربط الخلايا مع بعض نفس تربط التشو اللي هو طالع منه وبقاويل الديفرانجي خيب انت عندك مشكلة تانية بقى تعالى كده السملي كده مثلا انا اتخيل ان ده انشان بس سرعة الوقت مش هلسن بحتة الريجولر قلتلكو ان ايه الفرق ما بين النورمال جرامد وما بين الخلايا الماليجننت الديفيشن او الميتوتك فيها اعلى فعملت انقسم صح؟ طب ركز كده معاه الخلايا دي انقسمت كده بص على اليومن دلوقتي بعمل ازياء بلدت اليومن هنا كان central اليومن هنا اليومن بقى ايه؟ بقى اكسنتري طب ولو زودنا شوية اليومن هقصله ايه؟ هبسلت صح؟ يبقى ايه الفروق ما بين الماليجننت السيناي والنورمال السيناي حاكتين مهمين ياولاد واحد البريفري بتاع السيناي بقى لونه غامل يبقى لونه فايلوت كده لونه زي كده التشارت بتاع عبدالرحمن صح عبدالرحمن؟ لونه فايلو عبدالحمن الماليجننت اللي انت لابسي ماجد لونه فايلو عشان جده هعلمك ازاي لما تيجي تبص تحت المايكروسكوب تقول الله دي جميلة مين دي؟ اسمعها ايه دي؟ اسمعها ايه دي؟ اسمعها عبدالرحمن لأ الجيلاند اللي عندي دي الريجولر يولاد الماليجننت الجيلاند احنا هنشوف البداول اسمعها ده فيه ناس انا عارف ان هم هيجي بلونه يبقى اول حاجة الجيلاند ده دكتورة سهر البريفري بتاعها الريجولر تمام؟ ولونه غامئ دي اول حاجة هتعرفي ان الجيلاند دلوقتي عربت الى ماليجننت الحاجة التانية اليومن في النورمال جيلاند بيبقى ريجولر اما اليومن هنا في الماليجننت جيلاند بيبقى الريجولر ده ممكن كمان يبقى اكسنتريك او ابتو ان يبقى ايه الحاجة التالتة بص على الجيلاند نفسها الاسيناي دي متكونة من الخلايا لو جيت فحصت الخلايا دي ايه طب ليه سميتها انا بسمي الديفرانشيشة لان الخلايا لسه مترتبة يعني انت تقدر تقولي دلوقتي ان الترتيب ده مش هو نفس الترتيب الجيلاند لا هو نفس الترتيب مفيش خلايا سهبتهم مهير منك طيب يبقى انا معنى كده ان انا عندي حاجة اسمها ماليجننت اسيناي يبقى انا تحت المايكروسكوبيك بيكتشر بتشوف ايه الكاركتورستيك فيه الشرف الد الاسيناي دي الاسيناي دي البريف اللي يبقى فيه الفيتشار او ماليجننت سيل اللى هي الانادلاستيك او الاتيبية اللي هي ايه بقى? large fiber chromatic كلام دا كله. الحاجة التانية بتبقى غمقى. الحاجة التالتة اليومية بتاعك بيبقى regular ممكن يبقى eccentric او ممكن يكون absent dual. ناشي؟ طيب سؤال. كل بقى ما تيجي تبص على الخلايا. لقيت بقى ان فيه هنا بدأ جلاند تبقى abnormal او range بطريقة مختلفة شوية. يبقى معنى كده ان ال differentiation ما بقاش كل differentiation بقى moderate او poor او undifferentiated. طيب دكتورة روان انت قلت لي دلوقتي ان الاصيناي دي هي الخلايا secretory صح؟ طيب وين differentiيت بالذات لما تطلع من خلايا secretory يعني مش هتفرز secretion هي كمان؟ ما تفرز او الورم دا مش هيفرز؟ اه يفرز secretion. طيب معنى كده ان الورم دا مرصوص في شكل بلمد وفي secretion. طيب احنا قلنا كده اي cavity مليان secretion كله من سميه يا اولاد؟ cyst. طيب الورم دا اسمه اي اولاد؟ ادنوكارسينومة. يبقى اسم الورم في الحالة دي ايه؟ cyst ادنوكارسينومة. طيب السؤال بعد كده. ادي. هو لو بدأ يفرز secretion بقى اسمه cyst ادنوكارسينومة. السيست ادنوكارسينومة دي كمان ممكن يحصل فيها حاجة كمان مهمة اوي. الخلايا اللي عندي دي ماليجننت ولا نورمال اولاد؟ ماليجننت. ماليجننت. انا بكلم على الادنوكارسينومة. قلنا الادنوكارسينومة اولاد اهي. بالمنظر ده. قالي. ده النورمال اهو. عشان بس الناس تبقى متخيلة القصة اللي انا برسمها. ده النورمال. النورمال دا حصل فيه اولاد. ماليجننت تشينج. بس بنفس الشكل. يسموه ايه؟ ويلد فرانشيت. بس بما انه ماليجننت ما ينفعش اسميه نورمال اسميه ايه؟ كارسينومة. وما انها في جلاند يبقى اسمه ويلد فرانشيت ادنوكارسينومة. طب سؤالي عم. ايه اللي يفرق الويلد فرانشيت ادنوكارسينومة عن النورمال جلاند؟ السيلز الخلايا شكلها مختلف بس ترتبها زي ما هو. اليومن عندي اخبار ايه؟ بقى الريجلور ممكن يبقى اكسنتر. طيب. هتف معلش انا مكسل ارسم الريجولارتي وكلام ده. ماشي عشان ما هسم حاجي افتكر ان ده نورمال. اوكي؟ ده اللايننج ده هو هو ده. طب بدأ تفرين سيكريشن اهي. فبقى كابتي وفيه سيكريشن. سميناه ايه؟ سيس ادنوكارسينومة. طب احنا منتفقين ان الماليجننت سيس دي. الميتوتك فيجر فيها ايه؟ كتيرة. حلوة. وفيه هنا سيكريشن. تبدأ الخلايا دي حصل لها ديفيجن. تبدأ تعملك ايه بقى؟ خلايا. المنظر ده منظر ايه يا اولاد؟ بابيلي. صوابع. فيبقى اسم الورم في الحلقة دي مش سيست ادنوكارسينومة. بابيلي سيست ادنوكارسينومة. خدنا الاسم ده فينا قبل كده. يا سلام. ازيه يا اولاد؟ عد فيه حاجة زي كده. سموه. ده انا هيغم عليها بسكود يا اولاد. جلبي هوجف يا اولاد. انتم شاطرين يا اولاد. انا متطمن عليكم. ربنا يوسك. انا اخاف ياني انتم ح Villa Resist ادنوكارسينومة. يعني. او اناienen حليمين يعني.adinence.ουبي. ده اللي يفياجة. تمام? بابيلي ريسست ادنوكارسينومة اولاد ده اللي عمد.ناشي يبقى فيه صابتيف شافوها من الادينوكارسينومة. يجريا. في حاجة اسمها السيست ادنوكارسينومة وفي حاجة اسمها بابيلي ريسست أدنوكارسيلومة. تمام؟ طيب. ممكن تشوف دي او دي او دي او دي او تشوف التلاتة كله طيب الديفرانشيشان ياولاد بيعتمد على ايه؟ على الكوهزنس يعني لقيت الخلايا عليان مربطة جنب بعض يبقى دا ويدفرانشيش يبقى لما يجي لك سؤال ودا من اشهر الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان ميكروسكوبك بيكشور اف قد ننون كافسي لهم هده اكتب فيه هتقوله انا عندي في حاجة اسمها ويدفرانشيتد ويدفرانشيتد دا بيتكون من خلايا ماليجنل الانجل في اسمها تمام؟ وبيبيس الدفرانشيشان ما بينها وما بين النورمال بيلاقيه سملة هم الايه اللي اختلاقنا بينها وما بين النورمال اسمها البريفري المارجن بتاعتك الخلايا انا اطلقت كلونها غامل وتحت المايكروسكوب ببص اللي يومي بقى عندي الريجولا ممكن يكون اكسنتريك او أبسنت طيب ايه كمان؟ ده ممكن الخلايا الماليجنل دي يبدأ يفرس كريشان يبقى عندي فيه حاجة تانية سبطايب اسمه سيس ادلون كارسلومة وممكن يبقى فيه بابيلا ريفورميشن اسمه بابيلا ري سيس ادلون كارسلومة وما تقعفش قوله ان فيه اضر تايبس من الديفرانشيشان مودريت وبور واندفرانشيتد بيعتمد على ايه؟ على الانجل بتاع الخلايا كده نبقى خلصنا الجزر اولا طب سؤال المايكروسكوبك بيكشور السبريد يا ولاد بتاع الادلون كارسلومة الانجل بتاع الادلون كارسلومة ايه اولاد بص فوق كده وانت هتفتكت فيه سوبرفيشل وفيه ايه؟ فيه جيد السوبرفيشل انواحك ازاي؟ مين اسوأ واحد؟ وانيها قبل كده لما بيبانش الامفتر ريتنج طب الالسل ريتنج ايه مشكلة؟ ايه مشكلة الالسل عن متى؟ اي الالسل مش شرط الكنسل اي الالسل يعني ايه الالسل يا ولاد؟ بصوا كده قاية الايبثيريام وتحت الايبثيريام فيه اين؟ الصبميكوذر فيها البلوت بيسل معنى كلمة الالسل يعني لصف كنتينويت ايبثيريام يبقى ايه لا هيحصل عندك؟ البلوت بيسل دي هتبدأ تنزل الدم مين اللي كما نحل انها تنزل دم المسيق؟ طب؟ يبقى معنى كده ان اي الالسل من مشاكلها هي البلوت هقولك البيبتك الالسل اشهر مشكلة ليها البلوت يعني لما هنيجي ندرس عندنا بلوت واحد بيرجع دم اسمه ايه؟ الكومونيس تكوز بره مصر مش في مصر بره مصر هو البيبتك الالسل يبقى معنى كده ان الالسل بالنسبة لي اولاد المشكلة بتاعته عشان او واحد جاله ماليجنا متقلصر مش احنا اعلينا السمج دي سمج جاله كانسر و دا ايه كثير اوي ماليجنا متقلصر العيان ده لما بيجينا هو ممكن يروح الاول ايه؟ هو بريزنتيش العيان ده ايه؟ ان هو عمال يعمد فيه بومتنج البلد طيب العيان ده بيراجع دم يروح لدكتور طيب الدكتور ده بيدخد بمنظار يلاقي في ايه؟ فيه ماس الماس دي روح واخد منها عينة وبعايتها ايه؟ تتحلل تطلع ايه؟ ماليجنات او صف ايه بقى في الماليجنات عشان ده ممكن يجيلك مثلا كيس بسيطة جدا يقولك عيان بدأ بهيماتيمسيز وبعد فترة راح للدكتور دخد باندوسكوب منظار لقى فيه ماس كبيرة وممكن ساعتها يقولك اكتر من خمسة سنتي لانها لازم تبقى اكتر من ثلاثة على الهال خد منها بيوبسي لها فيها feature of malignancy تمام؟ ممكن يجيلك السؤال يقولك اوصف المايكروسكوبك بيكتور ايه هو الدياغنوزيس و اوصف المايكروسكوبك بيكتور تمام؟ لما عتيكي توصف المايكروسكوبك بيكتور هتقوله ان قدل المكرسينوه دي ممكن تبقى الديفرانشيطة او مبور او او مدفرانشيطة او مولريت ويتقوله ان الوصف الخلاياه عاملة ازاي؟ ملعصينها هكتلاها عاملة ازاي؟ وفيه سيست هنا لو تكوني سيست ولو بدأ الخلايا دي تتكون او تعمل لي بابيلي اسمها بابيلي ريسيرس او سيكريتور او حسب اللي اطلع منها سيست اتكون لحد هنا ماشي بقدروا الكارسلومة جميلة ونزيزة وكل حاجة بس بعد كده اكتشفوا حاجة ثانية اكتشفوا ان انا عندي فيه اصلا جراند سبسيبك بتفرس ميوسين دي بيطلع منها نوع مختلف من التيومر فسموا النوع ده ميوسين بروديوسينج تيومر انا عايز اسأل خيب اسألي اولاد عدت علينا اسم ميوسين بروديوسينج تيومر دي بيطلع ايه ميوكويد بروديوسينج تيومر او ميوسين بروديوسينج تيومر عدت علينا بينا ميوكويد ديجينر حس عسنا انا في السير انجل تدخلوا الانتحن ميوكويد ميوسين بروديوسينج تيومر هشباب ده تيومر بيطلع من الخلايا بتفرز ميوسينج طب هو سؤال هي فين الخلايا بتفرز ميوسينج دي مين الخلايا بتفرز ميوسينج كيف في الجبلة تسر مياشي وفين كمان والاوبري فيه ميوسين بروديوسينج تيومر طب هو كمان ما هو الانتسسل كلها تمام؟ ويه كمان والبريست فيه خلايا بتفرز ميوسينج طب يبقى معنى كده ان انا عندي فيه ميوسين بروديوسينج تيومر هيطلع من الابري هيتلع من السمك أو من الانتسسل أو من اي حتة هيطلع من البرست الورم ده لما جوم شافوه لقوا انه بيبقى شكل ميلي كنين. يا ام الخلاقة بص احنا قلنا اي اي جلانت تعفر عن ايه اولاد? اسيناي. وحوالين اسيناي او فيها ايه? فايبرستيشو استرومة. صح? الفايبرستيشو استرومة في بلاد بيسل عشان تغذي الجلانت فمش هسيب البلاد بيسل طايرة فالبلاد بيسل دي هتبقى في فايبرستيشو استرومة. طب السؤال يا اولاد. الخلاقة دي او الجلاند دي هيطلع منها ورم. الورم ده هيبدأ يفرز ميوسين. صح? الميوسين دي هيزيد او يا اولاد. في الاخر هيحصل ايه في شكل الجلاند او في الجلاند دي هيحصل فيها ايه? هتفرق. لما هتفرق ارسم كده الفايبرستيشو استرومة زي ما هي. بس سرسم لي جلاند مفرقعة. الجلاند لما هتفرقع هيبدأ يحصل ايه في الميوسين يا اولاد؟ هيأخرق برا. بحد فاكر المصارف ده كنا نسميه ميوسين ايه؟ ميوسين ليكس. محبو حلو. ليس عبالي والسيركوليشن والانفكشن واليوربيزيا. ده انا بتطمي يا اولاد بس احنا المسلح. تمام? بتطمي على الانفكشن. تطمي على الانفكشن. طيب. حلو انا مبسوط ان فيش افطل ما تضبط في البصوليشن. نعم. ده اصل شفط يا جلاند. عالتا قلوبه ده اصل شفط. وجمه بتسهل اصلا. طب دلوقتي لما الجلاند دي هتفرقع يا اولاد. هيبدأ الميوسين اللي جوه الجلاند دي يقطع. طب نرسم بقى شكل الجلاند دلوقتي بعد ما الميوسين فرقع. بص. هتلاقي ايه اللي انا عمال ارسبه الخطوط البيل دي. ده الميوسين يا اولادت. اما فينا الخلايا دي. الله رحمه. ماتت. اما هتلاقي بيه ممكن ريملاند أوف سلس. ده بقايا الخلايا اللي عندي. طب ايه كمان. ممكن تلاقي فيه الكور كده. ايه الكور دي. بس هتلاقي الكور كبير على فكرة. دي نيوكرياين بتاعة الخلايا اللي مات. يبقى المنظر ده بيسموه ميوكويد كارسينوما. تمام؟ وعلى فكر دي شريحة عندنا في الامتحان. يبقى بصوا احنا عندنا شرايح بالهابل. نسكومة سيل كارسينوما دي شريحة. ترانزيشن سيل كارسينوما دي شريحة. الأدنو كارسينوما دي شريحة. الميوكويد كارسينوما دي شريحة. تمام؟ ولسه. يبقى اول منظر ايه اللي حصل. انت دلوقتي المنظر ده. الجيلاندة اللي عندك كبرت. بدأت تزيد السيكريشن فيها. فالقاعد طلع ايه؟ طلع منظر ده. طب عشان محدش يقول ايه ده. هو فيه وراء محواليه فيبرس كابسولة. ده مش ماليجننت لا ساعتك. دي الاسترومة بتاعت مين؟ بتاعت الجيلاندة ده طلعت منها. طيب ده المنظر الاولاني اللي بيسموه ميكويد كارسينوما او بنسميه ميوسين لكس. طب ممكن منظر تاني. اه ممكن الخلايا وده بيبقى اقل شوية. يقولك ان الخلايا دي بيطلع فيها ماليجننت تيومر. يبدأ يفرز ميوسين. الميوسين يفعصها كده. دكتورة النسرين نتطلب من عليكي بس. المنظر ده اسمه يفرز. شكرا. شيكرا. شيكرا. طب واحد يروح تقلع كده ايه. والدي يفهم يعني. يقولي طب انا هفرق دي من بتاعت شيكرا. بص عن نيوكراس هتلاقيها و هتلاقيها يعني دي مش نورمال سي. تمام. يبقى دلوقت يا ولاد الميوسين ميوسين يكون في تيومر. كم نوع. نوع اسمه ميكويد كارسينوما ونوع اسمه Cygnet Ring. الميكويت كالسينوما ده بيفرقع ويديني حاجة اسمها ميوسين ديكس. و Cygnet Ring ده بيفعص الخلية ويديني منظر Cygnet Ring اه. ومش هتفرقع على فكرة. وعلى فكرة بتبقى ده مش مرصوصة في قصيناق اوي. لحد هنا ماشي بداية فقل انه فيش مشكلة. لحد ما اكتشفوا نوع مهم اوي. والنوع اللي جاي ده اسمه Cygnet Simblex. اسمه ده طيف كتاس كازا. Cygnet Simblex. يعني ايه Cygnet Simblex يا قلت. على عساس ان كتفي اميكا كارسينوما Cygnet Simblex. تمام? يعني ايه Cygnet Simblex? يعني Cygnet Simblex. بس واحد تفتكر يعني ايه برضو يعني عايزين كده نشوف اه الابداعات والارحصات. ايه ده انا صلتين. الابداعات الناس. عايزة ايشوف الفاتح كده. بسرعة دي. افتيح. يعني ايه تتوقع كده كارسينوما Cygnet Simblex دي انا. بسيطة. بسيطة ومع القدر. نفس اللي. شوكو متفكري اسمه. كارسينوما انسايت. ماشي. طيب. والله السؤال هي تبع هي اصل. جلان دولار. كارسينوما. لما جمسة مع كارسينوما Cygnet Simblex عشان انتو بفاهمين بس. لو ان الخلايا. الورن ده طلع من الجلاند. بس الخلايا متلتبيتش في شكل قصيناي. هاي. السؤال بقى. واحدة واحدة كده. علشان تفهم التسميجي. ومتكتبش ايه حاجة. كلام ده انا بقوله لك. دلوقتي يا شباب. احنا اتفقنا قبل كده. ان معنى كلمة. عادي لون كارسينوما او جلاند راتيومر ان الخلايا لازم تبقى ايه. طالعة ومترتبة في شكل قصيناي. صح؟ طيب. لو انت عندك ورم طالع من الجلاند. وركز بها كويس اوي في الحتة دي. والمفروض ده كده يبقى ويندفرانشيتد او مودرت او بور. البور. الاندفرانشيتد الخلايا المفروض تبقى يا بلد. سبرت كده. فانت لو انت عندك ورم بالمنظر ان انت شايفه قدامك ده. خلايا سبرت عن بعضه. ما ترتبتش في شكل قصيناي. دماغك هتروح وتقول انه ايه. انه انه اندفرانشيتد كارسينوما. طيب. فالصح او العقل يقول ان ده بما ان ده وراه مطلع من الجلاند يبقى اسمه اندفرانشيتد كارسينوما. طب ارجع معايا ليه الجريدينج اللي قلناها لحصة لفاتة. الاندفرانشيتد سلب بتتميز بحكتين. ايه هما؟ اجريسيف والميتوتك فيجر فيها ايه؟ عالي اوي. دي لما هجون بصوا عليها. لا هي اجريسيف ولا الميتوتك فيجر فيها عالي. يبقى ينفع ان نسميها اندفرانشيتد؟ قالوا لا. طب سؤال. طب ليه ما نحسبها الساركومة؟ مش الساركومة خلاياها بتبقى سبرت عن بعض مش من الزاب بعض. الساركومة ياولاد في حاجة اسمها انتو عارفين في اليمفوسايت في حاجة اسمها سيدي فور وسيديك. كل خلايا ليها الانتجين خاص بيه. خلايا الابيسيليم كلها ليها حاجة اسمها السي كي. السيتو كراتيني. ما علينا. بيستخدموا سبغة. لو الخلايا دي اورجن بتاعها ابيسيليم هتاخد السبغة. فلما جم سبغوا الخلايا دي. لا ابيسيليم يبقى ما ينفعش تبصر كومة. فقالوا ايه بقى؟ قالوا خلاص احنا فشلنا مش عارفين نسميها اسم. راحهم نسميينها كارسينوما سيمبيليكس. طب واحد يجي يقول لي طب ليه ما سموهاش ادينو كارسينوما سيمبيليكس. تمام؟ لا. لأ ان هي مش م مرصوصة في شكل لفظ كلمة ادينو كارسينوما يعني مرصوصة في شكل ايه ايه او اسم ده يعني ايه هو اسم غابي شوية بس اكتب عليه سؤال نظري مهم جدا 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 في الوقت. واقول لك ليه دلوقتي سؤال نظري ومهم. تعالوا يا شباب الكارسينوما سيمبيليكس دي بقى. انا مش هقول يا سامي انت بس هتقلب. دهر الصفحة علشان هترسمها معايا. بسوا يا شباب. الورم ده تحط في دمارك حاجة واحدة. ان الخلاة بتاعته ايه? مفيش لا كوريسنس مفيش اي حاجة. علشان كده مش هتلاقيه من الكلم على خالص مفيش. تمام? الورم ده عبارة عن ايه اولاد? اي ورم? عبارة عن خلايا? ويه? وفايبروغاسكولار سترومة. صح? مش الورم ده عايز بلاد سببال? طيب. انه على الاولان يبصوا لقوا ان هو عبارة عن خلايا. الخلايا دي بتبقى صغيرة في الحجم. والفايبروز او الفايبروستيشو سترومة بتبقى ايه اولاد? كده غليلة ولا كتيرة? كتيرة دينس. طب هاسأل سؤال. لما الورم ده يبقى فيه فايبروستيشو سترومة. فايبروستيشو كتير. يبقى حجم الورم? صغير. لان الفايبروستيشو كونتراك طيب? طب ولونه ايه? الفايبروستيشو اللونة اولاد? جريش وايت كده وايت صح? طيب. والكونسسنسي بتاعته اتبقى ايه? لا الفايبروستيشو لما يزيد دي قاعد عرفوها كده. يبقى اسمه هارد. يعني احنا هنبقى ناخد الحصة جاي حاجة اسمها الفايبروما. الفايبروما دي فيه منها نوع بيكون فايبروستيشو كتير. يبقى الكونسسنسي بتاعته هارد. الفايبروستيشو لما يزيد قاوي يبقى يتحول الى حاجة ناشفة صلبة كده يرع عليه هارد. طيب. النوع التاني اولاد بصوا بقى اهو. النوع التاني العكس. الخلايا حجم ايه? كبير. والفايبروستيشو قليل. يعني تتوقع ان حجم الورن كبير. طيب. النوع ده يا ولاد الاولاني ده. اللي بتكلم عنه. اسمه ايه? اسمه سكرس كارسينوما. ايه اهم يتنى سكرس ده? ايه اهم كانسر عندنا? بنعتم دايما في دراسته ربنا ياخدها ماما سوزانكا بتعتم دينه. البرس كانسر. سبعين في المية من البرس كانسر سكرس كارسينوما. فانت ده نوع مهم جدا. جدا جدا جدا. سكرس كارسينوما. اورام السادي اولاد. عشان كده معظم اورام السادي بيبقى ايه? الماسس بتاعتها. يعني يوم ما بتضرب خالص بنقول تمانية سانت. ده كده يبقى الورام كبير جدا. بعكس اورام تانية في الساركومة بتلاقي 35 سانت. 35 مين ده يعني الرقم غريب اوي. 35 سانتي ورام. يعني حاجة كبيرة. سكرس كارسينوما ده. عايدة اوصفه مايكروسكوبك وعايدة اوصفه بروس. لو جالي سؤال جيب اكاونتون سكرس كارسينوما. هقوله ان ده واحد من ضمن الايه? كارسينوما سانبريكس. وصفه مايكروسكوبك يتكون من خلقة ماليجنانت. واول ما تسمع ماليجنانت سل رص الرص. اللي هي ايه? اللي هي ايه? اللي هرجو حاجة الكلماتيك وكرمني كله. طيب.